معكم عزو جنونجي واشعد الله وأيامكم بكل خير ومساءكم بكل خير وابل ما اتكلم في أي حاجة نرجو منكم الاشتراك على قناتي جادي اللقات وجادي العجبات جادي كلام الحلو مع التعليقات الحلوة واتمنى التفاعل واجيادة الاشتراك الفده داني هارضا مهم هتكلم عن الفدهات اللي أنا نزلتها يعني أنا لما أكون منزل 632 مقطع فيديو على قناتي على اليوتيوب والمشتركين عندي 241 لما أكون أنا تعبان وبعمل مجهود لكل فيديو بنزله وبفكر فيه وحلله عسن أنزله على اليوتيوب وأكون منزل 632 مقطع فيديو والمشتركين عندي 241 مسترك يبدأ ينفع يبدأ حاجة تزعل أو لا تزعل أكيد تزعل وطبعا هاتكلم عنه لما أنا أكون منزل من أول مشروف ساخن مع الأكلات الخفيفة من دمها الكيك أو الشوكولة كيك أو الموني كيك طبعا أكثر مشاهدة عندي في اليوتيوب اللي هي عملت تجربة مع حاجة اسمها قهوة بندو انتظرونا وشوف الفيديو الفيديو اللي أنا نزلته اللي هو خلال سهر واحد سباح حل سباح حل مع قهوة بندو مع شوكولة كيك بالشوكولاتة المشاهدة فيها 4400 تقريبا طبعا دي أكتر مشاهدة عالية على الفيديو ده طبعا فيه المشاهدة اللي هي عملت تجربة مع الماكارونة تجارونا اللي هي أحلى تجربة مع الماكارونة باللحم المفروم سبعمائة واحد سبعمائة واحد مشاهدة عادة تكلم شكل عام المشاهدات اللي بزديد في المسربات والأكلات الحلوة اللي أنا بنزلها يعني الأربع تلاف مساهدة دول ليه ما يبقوش أربع تلاف مسارك يعني مفروض حتى يكون فيه تعادل لدرجة أنا لما بفتح نفسياتكم ونفسياتي أولا السارك في قناتي ونتم بسم الله ما صلى الله لدرجة المساهدة وقتلت أربع تلاف على تجربة مع الله والبندو مع الشوكولت كيك شوكولاتة منزلوا من صهر تقريبا والمشاركين 241 خلي الساركات تبتفع عندي ادفاع الماكنات لأنكم عفوا يعني أنا ما ازلت عملت تجربة معه وبندو مع الشوكولت كيك شوكولاتة وفدأ وصلت المساهدة اللي هي من صهر وصلت المساهدة 4000 يعني 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 فين أنا أفتح نفسياتكم في مجال لأنني أفتح نفسياتكم يعني بسن أنا ممكن أن نزل أهواء بندو مع الشوكولت كيك بتشوكولاته ممكن نزل حاجات حلوة كمان قدام ونزل فيديو حاجات حلوة لماذا أقول واتعب نفسي وكل فيديو أتمنى للشراك على كناته إجادة اللاقات إجادة العجبات إجادة كلام الحل ما تحفل الجرس واحد نما بيتعب هو يعمل فيديو كل فيديو لما يكون من أجل 632 مكتع فيديو والمستركين 241 يبقى هذا شيء صعب بصراحة هذا شيء الزعل يعني لما أنا أتعب في الفيديو ونزله وفيديوهات حلوة من نوعها وتفتح النفس والمستركين سابتين وكما فيه حاجة مش حلوة مش كويسة لما قم خمسة مشتركين أو أربعة مشتركين استركوا عندي والإتبوع اللي فات تقريبا يعني أنا الإتبوع اللي عد كان 241 جادوا أربعة بقوا تقريبا 245 حاجة زي كده أو 247 247 فجأة لقيت الخمسة والأربعة مشتركين راحوا تبعوا من الاستراك عندي هل ده احترام ده الواحد كفاية انه هو بنزل الفيديوهات حلوة وكفاية وكفاية انه هو بيتعف الفيديوهات ونزلها وهذا حاجة تزعل أو ما تزعل وانا اتكلم بعد سوية عن الاحترام اللي ما بيحترم السخص اللي قدامه لدركة انه هو فيديوهات حلوة ومنوع هنزف بعد سوية كده عن الاحترام كل الاحترام الواحد ما بيحترم اللي قدامه يا جماعة عازل الفيديوهات عازل التركات ترتفع يعني حتى لو المشاهدات وصلت الاربع تلاف للمليون عقبكم الفيديو بتاعي اشتركوا في قناتي يعني لو اربع تلاف مشاهدة خلي فيه تعاجل حتى يعني اربع تلاف مشاهدة خليها الاتنو بعد اربع تلاف مشاهدة اربع تلاف مشترك اه مثلا اربع تلاف مشاهدة اربع تلاف لايك لازم يكون فيه تفاعل خلي التفاعل تغال لما يكون انا عندي الاستراك نايم والدنيا عندي نايمة يبقى انا هنزف فيديو انا هتتمر مش بس ان انا انجل قهوة بندق قهوة بندق مع شوكولة كيك اللي هي وصلت اربع تلاف مشاهدة مو كنجل حاجات تانية قدام مش بس الفيديو ده يا جماعة لازم يعني تقدروا الواحد يعني وانا اعاز اقول المستركين اللي بتلاع عندي في كناتي دور ملهمس احترام عندي ملهمس تأدير ولا قيمة وانا بذكر انا بذكر كل اللي بعلق عندي على اليوتيوب بذكرهم جدا وبذكر كل سخص وكل واحد بعلق عندي بذكره كل ناس بيحترم بيعلق عندي بذكرهم جدا جدا وبصراحة انتو اللي بتتسجعون هنا انا استمر في الفيديوهات وانا بذكر كل واحد بعلق تأليه حلو على كل فيديو بنزله وفي نقطة الفيديو عاز اقول اه الانسان ليس لعبة الانسان ليس لعبة تلعب بها عندما يقوم باحد يستيرك عندي يقوم بعد أسبوع أو يومين يشير للسراك إذا كان أحد عندما يأخذ مش محترم محترام يعني إذا أردت أن فدوهاتي منوعة لا يمكن أن أقوم بعمل هذه الفدوهات هذه الفدوهاتي لأنا أقوم بعملها فخنوها حلوين كما بعضينا وكونوا حلوين مع بعض فرشة سعيدة لكم وتمنى لكم يوما سعيدا وشكرا لكم